فوي السرور ساخن جدا أعزائي المشاهدين أسعد الله ومساقكم بكل خير وأهلا بكم معنا ولقاء متجدد وساخن جدا الحقيقة موضوع النهاردة موضوع حقا هو ساخن جدا لأنه موضوع متعلق بحياتنا متعلق بالكون متعلق بالدنيا متعلق بنهاية الزمان كثير من الناس بيؤكدوا أو من العلماء بيؤكدوا أن هناك علامات من علامات الساعة قد ظهرت بالفعل وإن كانت حتى علامات صغرى وهناك من يؤكد أن بعض تلك العلامات هي علامات نعيش بينها الآن وعلامات ربما تنتد بعض أحداثها حتى يومنا هذا الحقيقة في بعض الأحداث ممكن تحصل في حياتنا وبتمر أمامنا مرور الكرام على أنها أحداث يومية أو أحداث حياتية ولكن نفاجأ بأن أحد الباحثين يفسر لنا تلك الأحداث بأنها من فتن أو من ملاحم نهاية الزمان موضوع النهاردة موضوع ساخن جدا أنه موضوع جدلي من الدرجة الأولى موضوع لأن هناك حالة من الجدل ربما بيكون محورها الأساسي هو هل الحروب اللي بنعيشها النهاردة هي بتمثل الحروب أو تمهيل لحرب نهاية الزمان ولا لا؟ هل الفتن اللي بنعيشها النهاردة هي علامة من العلامات ربما تكون تفوق أو ربما تعلق العلامات الصغرى اليوم القيامة ولا لا؟ حاجات كتيرة جدا ويمكن أحب برضو ألفة نظر حضراتكم أن يمكن السبب الأول والأدعى لعقد هذا اللقاء هو أن هناك اكتشاف تم هنعرف تفاصيله من خلال الحلقة وحدث نوع من الربط بين هذا الاكتشاف وبين الفتن والملاحم وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال لقاءنا مع ضفنا العزيز للأستاذ شريف محمد حبيب الباحث الإسلامي أهلا بي جماد لك أهلا بحضرتك جماد الأول العايز أعرف مفهوم الفتن والملاحم من نسبة لحضرتك الفتن والملاحم زكراها النبي صلى الله عليه وسلم وكان متخصص فيها حزيف بن اليمان كان تخصصه مع رسول الله ومع حديث رسول الله هو علم الفتن والملاحم وتعلم حزيف ابن اليمان كل الفتن والملاحم في نهاية الزمان وللتثبيت العلمي قال حزيفة بن اليمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الفتن والملاحم ما عدا ما يخرج أهل المدينة المنورة منها سيدنا حزيفة بن اليمان ذكر كل واقع الفتن والملاحم في نهاية الزمان إلا شيء واحد مسبت في الحديث الصحيح أن حزيفة بن اليمان لا يعرف من يخرج أهل المدينة المنورة منها نعم ونحن بدأنا الآن في نهايات الزمان في البدايات نهاية الزمان عندما نقول بدايات نهاية الزمان هناك حديث صحيح يدلل على أن هناك يبقى سبعون عاما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم سبعون عاما فعندما نتحدث عن بدايات نهاية الزمان ليس كما يقول كثير من الناس سنة 2018 و2019 ما فيش الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يبعث على رأس القرن نعم وعندما يبعث الدجال على رأس القرن في زمانه المهدي الأخير ومن الفتن والملاحم هناك إثبات دامغ أنه ليس مهدي واحد ولكن أفندي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال علموها عند ربي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث مثال لإبراز المعنى وتوضيه نعم نعم يعني حضرك تفهم قصدي أن أنا أقصد حاجة أن حضرك بتحدث سبعين عاما وربما يعني حضرك صحيح مين كانت فهمي حضرتك صحيحوا لا إن حضرتك قلت سبعين عاما من بدء ظهور تلك الفتن التي تم تحددها أيوة صحيح الكلام أيوة إذن وكأننا حددنا موعد الساعة منذ اليوم لا ليس الساعة الساعة شيء آخر الساعة وضحت جلية في صورة النازعات في صورة النازعات اللهم صلى على رسول الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغ وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم ما يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها هذا الموضوع شيء وموضوع موعد الساعة شيء آخر القرآن الكريم تحدث أن الساعة لا يعلمها رسول ولا يعلمها أحد والآية اللي حضرك تحدثت عنها تسبيت غالب لا حضرك قلت يوم ما يرونها هي آية بتفصل أو بتوصف لحظة اللي بيرى فيه الإنسان يوم القيامة أيوة إنما احنا بنتكلم دلالتي في الفترة التحديد للفترة الزمنية اللي هي ما قبل يوم اليوم أيوة فتن وملاحم معلومة الزمان معلومة المكان لابد من تحذير الأمة الإسلامية بأين يتجهوا في هذه الفتن نعم مثال صحيح مسلم 20896 كيف أنتم إذا منعت العراق كفزها ودينارها وكيف أنتم إذا منعت الشام مديها ودينارها وكيف أنتم إذا منعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم ويشهد على هذا الحديث لحم أبو هريرة ودمه الحديث فيه بعض الكلمات المبهمة لابد من نشرحها إيه منعت العراق كفزاه وضيناره ما معنى منعت وما معنى كلمة قفز منعت أي حوصلة اقتصاديا وأصبح خيرها ليس لأهلها فكل من أي رسول الله على نفس الصياق بعد صفحة على طول من حديث صحيح مسلم يشرح هذا الحديث قال من قبل العجم وحدث ذلك بالفعل عند احتلال العراق اليمن لم توقع في مجلس الأمن على محاصرة العراق لو كانت وقعت اليمن لكان ذلك ليس في زمنين العجم ما دون العرب ثم حدث في الشام تمنع موديها المودي والقفز هم كيالي الغلاء كما في الأردب أنا سمعت الحديث من حضرتك ويهمني في جزائر تحت مصر بقى منعت أردبها بس ده نعرفه بعد ما نطلع فصل ونرجع لحضرككم ورجعنا لحضركم عزيزي المشاهدين ويتواصل الحديث مع الأستاذ شريف محمد حبيب الباحث الإسلامي والحديث عن الفتن والملاحم وعلامات الساعة أستاذ شريف احنا كنا قبل الفاصل اتكلمنا عن الحديث وحضرك فصرت جزء منه ولكن برضو استوقفني الجزئة الخاصة في مصر وهي تمنع مصر إردبها تفسير الجزئة دي كيف تمنع مصر إردبها فقالوا يا رسول الله من أي شيء تمنع مصر إردبها قال من انقطاع النيل واختلاف الجيوش حدث في العراق وبالتوالي حدث في الشام وفي مصر يحدث بسبب انقطاع النيل أو نقص المياه واختلاف ده ده صحيح مسلم ٢٠٨٩٣ ذكر كده بالضبط ان بالترتيب العراق الشام مصر من هذا الحديث منذ ثلاث سنوات بدأت البحث ليس ليه يعني أي علاقة بالواقع بدأت البحث من الآن ليقيني في هذا الحديث ده بسؤال بقى عشان الحديث ده أصلا برضو كان مصر جدل مع حضرتك أثناء لقائك كان مع الأستاذ أحمد شهين كان معروض عن الناس كلها اللي هو الباحث الفلكي وكان الأستاذ أحمد إلى حد كبير جدا لشكك في هذا الحديث هل أثبت صحة هذا الحديث؟ الحديث ده في أعلى درجات الصحة ذكرت له أنه في صحيح مسلم وخرجت له الحديث تخرج الحديث في جميع كتب السنة الصحاح ورد في المشند الصحيح حديث رقم 2096 وورد أيضا في السنن أبي داود حديث رقم 3035 وعند ابن عدي في الكامل في المجلد الرابع صفحة 523 وورد أيضا في المحلة لابن حزم في المجلد الخامس صفحة رقم 247 وأيضا في كتاب الاستسكار المجلد السادس صفحة رقم 240 وورد في الصحيح أبو داود صححه الشيخ محمد نصر الديني الألباني 3035 وفي الصحيح الجامع رقم حديث 6623 من جميع كتب السنة الصحيحة يوجد هذا الحديث فأعلى درجات الصحة حلو الكلام حضر الدلوتي أثبت أن الحديث صحيح الخطأ عند أحمد شاهد لا يعلم بدون داعي بدون داعي الراجل مش معنا دلوتي ولكن احنا يعني صار انتباه أن الحديث دا تم ترجدل قبل كلام لو بيسمعنا علماء الحديث يعني يعلمونا ما أقول جيدا ولهم حق المداخلة معنا التليفونية على الهواء ولكن سؤالي هنا ربما يكون فعلا الحديث صحيح ولكن تفسير الحديث أكيد بيخضع لبعض التأويلات ربما تكون متقربة ربما تكون متبينة أسقط كل علماء الأمة الإسلامية في زمانهم من نصوص الفتن والملاحم على واقعهم هذا منكسر الأمل وهذا شيء محمود يصب وإن أصاب العالم فله أجران وإن أخطأ فله أجر نعم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بكل هذه العلومة والتفسير لو قلنا الأول عايزة أتكلم عن جزئية إن حضرتك لو اكتشفت اكتشاف أنا أتكلم الأول عن طبيعة الاكتشاف ده وبعد كده نربطه بالفتن والملح أيوة انطلاقا من آخر الحديث اللي تكلمني في دلوقتي تمنع مصر أردبها بسبب كل تلمياه وبعض المشاكل الأخرى انطلقته منذ تقريبا سنتين وسبعة تشهر أو ثمان تشهر بما يقارب الثلاث سنوات وبدأت أسعى من مصوص الفتن والملاحم وجدت فرضية علمية في حديث صحيح لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا تدبرت هذا الحديث جيدا فوجدت أن الكلمات تشير إلى معاني وضحة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أكيد طمام لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وفي حديث تاني صحيح برضه أرض الجزيرة العربية مروجا وأنهارا تعود يعني كانت قبل ذلك الصحراء في الوطن العربي جمعاء كانت مروجا وأنهارا مروجا يعني أماكن خضراء وأنهارا واضحة ترع مشقوقة داخل الجبال بها مياه عزبة صلاحة للزراعة تزرع بها كل الصحراء العرب الفرضية العلمية دي جميع علماء الجيولوجيا وجميع العلماء على مستوى العالم كله يقولون أن الفرضية العلمية أن يعود العصر الجليدي العصر الجليدي اللي انتهى من 2 مليون سنة طبعا إحنا دلوقتي بنقول إحنا بدأنا في بدايات نهاية الزمان يبقى ما فيش عصر الجليدي ولا حاجة ده الحقبة آلاف مؤلفة من السنين فهذه الفرضية سقطت لابد أن نجد في الصحراء العرب جمعاء الشيء واحد تشترك فيه كل هذه الصحراء بدأ التفكير معايا والاستنباط وجدت أن كل صحراء العرب تطل على البحار إذن هناك إذن هناك الشيء مشترك تجتمع فيه كل هذه البلدان أنهم تطل على البحر فلابد من استعمال مياه البحر للزراعة طب تكلفة الزراعة بالمياه الملحة سعر لتر البنزين أرخص من لتر المياه في السعودية المنقعة آخر محاطة تنقية معمولة في السعودية اللي عملها يعني خبراء من سنغافورة في القريب المحاطة رقم 18 شرعت وبدأت في دراسة جميع الطرق التنقية على مستوى سطح الأرض في جميع البلدان ترجمت كتب انجليزيوز وذاكرتها وبدأت من حيث انتهى الآخرين طرق شتى لمجال الآن أنت عايز تثبت فيها أن في مياه موجودة ولا وجوفية في الأراضي دي تحليت مياه البحر واستخراج المياه الملحة من الأبار وتحليتها يعني أنت حضرك عايز تقول أن تحليت مياه البحر ده له علاقة بالفتنة والملاحة أيها إن كل هذه الأراضي الموجودة على البحر نعم سوف يكتشف طريقة جديدة تكلفتها صفر ليست بتكلفة عالية نقوم بها بإغراق كل هذه الصحراء تبدأ بمصر والسعودية وبعدين الوطن العربي ثم تعود أرض العرب مروجها وأنهار الفرضية العلمية الوحيدة أن نجد طريقة لتحليت مياه البحر تكون تكلفتها صفر حتى تستطيع أن تسيطر على هذه المناطق الشاسعة وتزراعها وبدأت الفكرة معي يعني ما أنا كلم حضرتك زراعة الصحراء إن الصحراء تبقى صالحة للزراع تبقى صالحة للزراع بموجود الماء طيب قولي بقى اللي تشوفها عشان متبقي حوالي خمس دقيقة في الحلقة فعايز أعرف فكرة المشروع ده أو الفكرة دي فكرة المشروع ده أن ليس بالضغط الأسموزي ما بين الأخشية في المنبرين في محطات التنقية وليس بالتسليج وليس بالتبخير وأشياء كثيرة إنما يوجد مادة في الطبيعة بطاقة متجددة استنبطتها من بعض الأحاديث الصحيحة أحتفظ بالسر للنفس بمجرد وضعها على الماء المالح يصلح الماء للزراعة مباشرة بعد التنقية علماء الكيمياء في زماننا الآن يمكنهم الحصول على كمية ضخمة جدا من هذه المادة التي اكتشفتها توضع على المياه المالحة تصبح مياه صالحة للزراعة مباشرة حضرتك أثبتت الكلام ده أثبتت الكلام ده لأنا أريد أن أسأله لك هل عرد هذا المشروع على علماء أو على جهات دكسية أيوة الدكتور عبد الحاكيم الباز مدير محطة تنقية 105 بالمنصورة هذه المحطة تسقي المنصورة جمعاء هذه المحطة كلفت بـ 550 مليون دولار صناعها الأمريكان والخبراء الأمريكان والدكتور عبد الحاكيم الباز تم هذا العمل في معمله وكانوا مشكورين للجماعة ما تأخروش عني لأنهم شافوا أنني يعني 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 صاحب بفكرة أو رسالة أو كده وفي النهاية نعم أتى بالماء المالح وأخذ قياساته قياسات لا أعلمها أسه هيدروجيني الأملاح الكلية كذا كذا كعسر الماء أشياء كسرة جدا وفي ورقة سجلت هذه الأشياء قبل العملية وأتيت بالمادة ووضعتها وبمجرد أنه هو يقيس بعد أن أسكب المصاحيق وجد أن تلت الملوحة بتاعة الماء الملحة اختفت تمام قال الدكتور عبد الحاكيم الباز وهو يسمعني الآن واتصل بالأستاذ محمود عبده اللي هو مدير معامل مركزية قال له قدامي اكتشاف رهيب وخطير طيب هل اللي اكتشاف ده بدون ذكر أسماء ربما أردت أن تحتفظ بها لنفسك كبارة اختراع ولكن هل هي مادة طبيعية موجودة بنا وإحنا مش عارفين عنها حاجة ولا هي تركيبة أنت اكتشافتها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن والملاحم وذكر أن المدينة المنورة ستعود مروجا وأنهارا وأرض العبزة كما اتفقنا وضع إشارة في السنة لهذه الطريقة عايز أثبت أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في تكنولوجيا حديثة لن يستطيع أحدا على سطح الأرض الوصول إليها أكون في غاية السعادة يعني انطبك هذا الموضوع لتكون كلمة الله يا العليا يعني كلمة الله يا العليا في تكنولوجيا شيء جديد شيء خطير لما نقول إن الموضوع ده إن شاء الله هيتطبق وهينجح إن شاء الله والكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعملية استنباط فقط لغير فضل ربنا سبحانه وتعالى يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم للملحدين والعلمانيين وكذا 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 هذا كلام رسول الله للمشككين في أحدث النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله يا العليا فقط لا غير وبالطرقة دية تعود أرض العرب مروجاً وانهاراً هذه الفكرة ثبتة ومثبتة حلوة كلمة ومعاني ويزبت زالي طب 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 طبعاً مروجاً وانهاراً إن أنت بالصفر اللي أنت بتقول عليه ده إن إحنا ممكن يعني يعني نتحول أو يتم تروية مياه الصحراء أو الأراضي الصحرائية صحي الكلام طب ما هنقول إن المادة دي وأنا لسه معرفش سرها إيه هل هي مادة مكلفة ولا مادة موجودة طبيعية لو حضرتك أخذت بقى لا لو مكلفة سفر 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 تكلفة سفر يعني موجودة موجودة بكميات ضخمة ومحنش عارف دي إيه لا أو محنش عارف فايدتها إيه محنش عارف فايدتها إيه طب تهم وإنت بتعتبر إن ده بداية علامة من العلامات الفتن والملاحم أو الساعة لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا نعم الفرضية العلمية هي تحليط مياه البحر بتكلفة سفر وسعيد ومتأكد للوصول للنتيجة وبفضل رب العالمين وصلت سؤال الأخير عشان حلقتنا طريباً انتهت علاقة ده بالملاحم إيه يعني آه دي علامة من العلامات إن هي فيه طريقة لتروية الصحراء والكلام ده كله وتحليط المياه بالصفر اللي انت قلت عليه علاقة ده بالفتن والملاحم إن يخرج أهل المدينة المنورة منها امرئسه كما ذكر في الأحاديث الصحيحة ولا مجال دلوقتي لقراءة الأحاديث وتفسيرها إن بعد أن يعود أهل المدينة قال سيدنا عمر على المنبر أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة سوف يخرجون منها ثم يعودون إليها فيعمرونها وتبنى فيعمرونها وتبنى ثم يخرجون منها ولا يعودون إليها أبدا بعد الخروج الأولان للأهل المدينة المنورة منها نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض المدينة وصحراء المدينة أصبحت مروجاً وأنهاراً نعم مين الذي يخرج أهل المدينة منها مرئي سوق مذكور في كثير من النبوءات نعم إن هو السوفياني وحاجات كده كتير نعم لابد من تفسيره نعم معايا دلائل واضحة من السنة الصحيحة مين اللي يخرج أهل المدينة منها مين اللي يخرج أهل المدينة منها ومين اللي يهدم الكعبة أخر الزمان وفيه هدم الكعبة قبل نهاية الزمان عموماً يا سيد الشريف طبعاً يعني هو اكتشاف ربما يحتاج بالفعل إلى نظرة من قبل أجهزة الدولة أو من قبل الجهات البحسية لأن أي اكتشاف احنا بنقف أمامه كلنا نحتاج إلى تفسير هذا الاكتشاف وبالعكس احنا نتمنى أن يكون اكتشافك ده حيي لأنه مروجاً وأنهاراً نتمنى أن تكون الصحارة مروجاً وأنهاراً أشكر حضلك جداً في نهاية هذا الرقاء وبشكرك على حدتك تهداتك البحسية التي يعني هدفها الأساسي بالطبع هو تأويل وتفسير ما بين الصدور بشكرك شكراً لك أعزاء المشاهدين في نهاية هذا الرقاء بشكر ضيفي العزيزة وستاذ شريف محمد أمان الباحث الإسلامي ونلتقي بكم على خير الأسبوع القادم وحلقة جديدة وساخن جداً مع تحياتي عمرو لطفي شكراً وإلى اللقاء تغير مر الحياة ده الحلو في كل نسماء هتدق هتقول الله